بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهديه الله وفلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الرسول أما بعد تقدم معنا أن الفقه ينقسم لأقسمين عبادات ومعاملات وقد يلحق بالمعاملات شيء على ما شأتي معنا بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام ورحمة الله ومن ثلاثة ورحمة الله الرحمن الرحمن الرحيم وقد أتممنا ولله الحمد ما يتعلق بالمعاملات في العبادات وذكرنا أن الفقهاء رحمه الله تعالى في العبادات يذكر أركان الإسلام الخمسة أركان الإسلام الخمسة ويضيف مع هذا الجهاد ثم بعد هذا المعاملات وبهذا يعلم كمال هذه الشريعة أنها بينت كل شيء فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى وفيما يكون بين العباد بعضهم مع بعض الآن نأتي إلى المعاملات نعم يبدأ قلنا الفقهاء عادة هنا في هذا القسم بالبيع لأن الإنسان أول شيء يبدأ به يبيع ويشتري نعم فالأصل في البيع الحل يعني إذا اختلفنا في أي معاملة هذا ذكر لنا معاملة وهذا ذكر لنا معاملة وهذا ذكر معاملة في البيع ويشتري ما حكم هذه المعاملة أقول الأصل فيها الحل يعني الجواز نعم أنها جاهز ولا نخرج عن هذا عن الحل إلى التحريم إلا بدليل وموانع البيع يعني ما يجعل البيع ممنوع محرم ثلاثة يعني هذه الأشياء ثلاثة تضبطها في البيوع انتهى باب البيوع لديك بإذن الله تعالى يعني تقريبا نعم ألا كون فيه ظلم أو غرر يعني جهالة أو باب البيع أو باب البيع إذا لم يكن في معاملة واحد من هذه الثلاثة يكون البيع صحيح وإلا فهو محرم عبر وإذا فيه ظلم تخالب المساعدة إذا لم يكن فيه الكامل تخالب المساعدة يسمع البيع يعني الآن يقول لك إنسا أنا أقول لك أقول لك تشتري جهاز المحمول الالجوال نعم الذي في جيبي نعم بكم؟ هو يقول بكم؟ أنا أقول بمئة أورو ممكن هذا الجهاز يساوي مئة أو خمسين أو ألف صحيح حملة فهذا البيع فيه جهالة صحيح؟ إذن البيع هنا محرّم يقول لك أنه بماء أو närمار من الماء أو الأنمات من الغعاء ici يقول ل آبي ياسر تشتريها هذا هذا هو الغن يقول لأبي ياسر هل ستشتري مني هذه الساعة؟ قال أراها قال لا تشتريها قد يكون رابح وقد يكون خاسر نعم أو يقوم بأيين يضع قطع من قماش على أينين وقد يقول أدخل هذا معرض السيارات وقد يقول أدخل هذا معرض السيارات أي سيارة تعجبك لكن دون أن يراها فهي لك بمئة ألف أورو أسأل ما يقولون سيارة تحجبه ما أشجبه لكن يمكن أن تحجبه ما أشجبه وقد يكون تحجبه ما أشجبه موجودة تحجب على أكثر ودخل الأنين فهي لحق أن يكون لدينا بعض المشابقات اليوم وليهذا يحصلنا إلى بعض المشابقات اليوم تدفع كل واحد يدفع 10 أور حتى يدخل في السحب على المسابق هذا مقامرة هذا ما يستحرام نعم إذن لا يدخل في السحب من الدول والغرر والجهالة ومن الرحب نعم موسيقى نعم يعني الآن قال أعطيني ثلاثين ألف أور نعم إيمن كان كامل وقال لي ثلاثين أورو وأنا أعطيك سيارة من سيارتين وقال لي أيضا 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 السيارة الأولى برش وهذا غير السيارة الثانية بيجو وذل يقول إذا قلت مع permitir أنني قلت معل ومع إلى بيجو إذا قلت معل قلت معل أنني سيارة وفي سيارة الأولى يجب أن تقتل لكن يقول أنك العلدة ولكن لدينا محلات هنا تبيع في أورو مثلا، صحيح؟ نعم، كل ما في المحل في أورو، صحيح أو لا؟ هذا صحيح لا إشكال فيه لأنه يرى السلعة، وفي الغالب أن هذه السلعة تساوي أورو، نعم بانا ع你是 أورو، وفي الغالب أن تكون أورو، وفي الغالب أن يقوم بدافع كيف ذهب بذهب؟ يعني أنا لدي مئة كيلو جرام ذهب، نعم هل لديك كيلو جرام ذهب؟ إذا أردت أن أبيع ما لديه من الذهب المئة، لابد، وهذا يشتري مني ذهب، لابد أن يشتري بماذا؟ يشتري بماذا؟ يشتري بماذا؟ يشتري بماذا؟ يشتري بماذا؟ أعطي مئة أو يشتري مئة؟ نعم يشتري بماذا؟ يشتري بماذا؟ فإذا قول هذا الدهبة الضهرة في العقل ودهب الذي أنت بدي وماذا يمكن أن أقول لا هذا الشرح لباد من التقابض في مجلس العقل يقبض وأقبض ولا بد من التماثل يعني 100 كيلو جرام بجمran كيلوجرام. نعم. فما هو الحل؟ لديه ذهب قديم ولديه ذهب جديد. يذهب ويبيع الذهب القديم ويشتري من الذهب بأورو مثلا. نعم. يوجد أيضا. كيف يشتري الذهب بأورو مثلا. كيف يشتري الذهب بأورو مثلا. كيف يشتري الذهب بأورو مثلا. لا يوجد من التقاضي. يعني ما يصح أن يشتري منك المئة. يوجد الزهب الآن وأعطيك الثمن ألف أورو غدا إن شاء الله تعالى. لا يصح هذا. لا يوجد من التقاضي. نعم. يس لكنه يدفع أن يحمل الزهب الآن ويقوم بأورو ثم تعمل الزهب. نعم. كيف يشتري؟ كيف يشتري الذهب الزهب 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 الزمانيةamy. يجب أن يشتري مني ذهب الزهب. بماذا يشتري الزهب مني؟ بأورو هل يسح أن يشتري بالتقسيد؟ لا يسح هل يسح أن يشتري بالتقسيد؟ لا يسح هل يسح أن يشتري مني ويقول أعطيك الثمن غدن؟ لا يسح لا يسح أن أدفع له الزهب و أدفع لي الماء يد بيد و هكذا في الفضة إذا أراد أن يبيع فضة في فضة لابد من التقابض والتماثل التساوي في الجرام نعم كذلك الآن صرف العملات صرف العملات يعني هذا لديه دولار أمريكي و أنا لديه أورو يعني الآن لديه مئة وعشرين دولار أمريكي و أنا أعطيه مئة أورو هذا الصرف لديه مئة أورو